مفروض نشهد ونحن لما نشهد على الفكرة لما يكون معنا سيوف ولا عصي ولا مسدسات ولا مدافع ولا بازوكة ولا كلام زي كده نحن نشهد بالكلمة ولا نقتل المسيح اللي ترك الإيمان بالضبط لأن إيماننا بإله حي ما عندناش موضوع قانون الردة ما عندناش كلمة ردة لأن نقطة مهمة عزيزي مشاهد تلاحظها أنه ليس كل من هو مسيحي هو مسيحي يعني مش كل مسيحي مكتوب في البطاقة الشخصية أنه ولد في عائلة مسيحية أو بيروح كنيسة هو مسيح المسيحي الحقيقي هو من يقبل عمل المسيح بالكامل في حياته بالإيمان هذا هو المسيحي الحقيقي عشان كده المسيحي الحقيقي هو اللي بيشهد بالكلمة ما بيحاولش أنه وإذا واحد مسيحي اسمي رحل إسلام رحل بوزية رحل هندوسية خلاص هو إله هذا الشهر أعمى ذهنه إله هذا الظهر أعمى ذهنه ونثق ونؤمن أن الرب هيفتح لعينه وعيون الآخرين إن كان هناك فعلا رغبة صادقة حقيقية في أنه يدور على الحق الكتابي أين هو الحق؟ أين هو الحق؟ أين هو الإله الحقيقي؟ أين هو الفداء؟ أين هو الخلاص؟ أين هي الضمانة الأبدية الحقيقية؟ هنا؟ ولا هنا؟؟ وطبعا سفر أعمال رسل يعني بورينا أمثلة كمان يعني شاول هو اللي آمن شوف كم من الاتهاضات نفسه واجهها ومن الألام ومن العذاب يعني كتير بيتكلم عن يعقوب الرسول الأول في أعمال 12 قطع رأسه كل التراميز مع هذا يوحنا يعني شوف الأمان والضمان في المسيح بوتروس كان نايم نوم عميق طبعا هو تاني يوم حياطع راسك لا سهلا لا سلام الذي يفوق العقل بسهلا وغير استفانوس اللي قال نفس تعبير اللي قال يسوع اغفر لهم يعني وجهه كان مشرق لا تقم لهم هذا الخطيئة اشتركوا في القناة